من اليوم مبروك لجماهير نادي الزمالك من اليوم مبروك لمجل ازارة نادي الزمالك بالقاسül مشاهدة المتلأ منصور من اليوم مبروك للعيبة جاز الفني جاز الطبي الإداري أيضا عمال غرف الملابس لأن الحقيقة النهارده أدينا مباراة طيبة جدا نادي الزمالك برغم الصعوبات الشديدة والغيابات الكثيرة الغيابات المؤثرة غيابات لا تقيلة غيابات تقيلة لكن ما حسناش بيها بفضل الله الحمد لله بفضل احنا معنا مدير فني مخضرم مدير فني بستطيع اتعامل مع الظروف والاجواء اللي موجودة ظروف صعبة جدا قاسية جدا على اي مدرب وقاسية جدا على اي لاعب واي مدير فني واي نادي الحقيقة ولكن الحمد لله بفضل الله الولاد بيقدوا بشكل جيد جدا جدا بدعم من الادارة المحترمة ودعم من الجهاز الفني المحترم بلوم مبروك بارة تانية اداء ولا اروع نادي الزمالك في ظل غيابات كثيرة جدا جدا بيستطيع انه يفوز وبيقد بشكل جيد ودي طبعا حاجة تحسب لي مجلس الادارة وتحسب لي جهاز الفني واللاعبين هقف على نقط معينة النهاردة لان انا عايز اتكلم معاك وفي حاجات مهمة جدا جدا الحقيقة لابد نحن نتكلم فيها النهاردة حاجات لابد نحن نعرج عليها ونحط تحتها مية خط اولا بلدي كفر الشيخ سعيد بيكم جدا جدا الاستقبال الاسطوري اللي حصل لفريق نادي الزمالك مبارح لم ولم اعتقد ما حصلتش قبل كده هذا الاستقبال الاسطوري سواء من ادارة الفندو اللي عاديين فيه او من جماهير نادي الزمالك المحبة لنادي الزمالك في كفر الشيخ منظر ولا اروع الحقيقة ادي الصورة يا جماعة حاجة جميلة جدا جدا انا فخور دائما ابدا انا من ابناء محافظة كفر الشيخ هذه المحافظة التي انجبت الكثير والكثير من اللعيبة المحترمين جدا واللعيبة على مستوى كبير جدا لكن النهاردة لما شفت المنظر ده مبارح انا بكيت الحية وتأثرت بشكل كبير جدا لاستقبال الاسطوري للعيبة نادي الزمالك والاحتفاء داخل الفندو والقفلة اللي اتقفلت على اللعيبة داخل الفندو دي طبعا اخبار انا اجيبها لكم حصرية مفيش بني ادم مفيش بني ادم قدر يخش فندو برغم هذا الكم الكبير من الجماهير اللي استقبلت جمهور لعيبة نادي الزمالك وطبعا الهتفات دي بين شرقي والشيكة ولكل اللاعبين الحقيقة واستقبال انا بعتبره استقبال اسطوري في كفر الشيخ بلدي ومسقط رأسي سعيد بيكم جدا وبحييكم من قناة الزمالك كل التحية للقائمين والعاملين من قناة الزمالك وايضا من ادارة نادي الزمالك على هذا الاستقبال الاسطوري اللي لم يحدث منذ فترة طويلة جدا جدا وشايفين فرحة جماهير نادي الزمالك بلعبتها فطبعا لابد انواجه التحية لهؤلاء الجماهير